بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد سأل جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه وهم لا يعرفون سأله عن جملة مسائل منها أنه سأله فقال أخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وهذه تسمى أركان الإيمان والإيمان له شعب كثيرة قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة وفي روايك بضع وستون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان فالإيمان له شعب كثيرة تسمى شعب الإيمان وهو له أعلى وله أدنى أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق فدل على أن الإيمان يكون له أعلى بمعنى أنه يزيد ويرتفع ويقوى وله أدنى بمعنى أنه يضعف وينقص ومن ثم قال العلماء في تعريف الإيمان الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصي فأسباب زيادة الإيمان هي الطاعات وأسباب نقصان الإيمان هي المعاصي فمن يريد أن يزيد إيمانه ويقوى ويكمل فعليه بالإكثار من الأعمال والصالحة وتجنب المعاصي لأن يحافظ على إيمانه من النقصان هذه هي حقيقة الإيمان وزيادته ونقصانه فإذا كنت تريد أن يزيد إيمانك ويتجدد ويقوى فأكثر من الطاعات وفي مقدمتها المحافظة على الفرائض والواجبات تجنب المحرمات والسيئات وإذا حصل منك خطأ أو ذنب فبادر بالتوبة إلى الله عز وجل والله يتوب على من تاب نعم أحسن الله لك ترجمة نانسي قنقر